هل أنتوا في الوزارة الكودور في عملية الترميم أو حتى رصد هذه المساج التاريخية اللي بتحتاج لترميم أو الأدرح حتى؟ هو إحنا كوزارة الأوقاف إحنا عندنا إشراف الهندسي الكامل وإحنا عندنا فريق الهندسة هو أصلاً اللي بيبقى حد التقارير وبيقول إن إحنا محتاجين نطور وكل ده بيبقى من ميزينية وزارة الأوقاف في هذا المجال وكل هذا التطوير إشراف كامل من وزارة الأوقاف وكل ده بيبقى من وزنة وزارة الأوقاف وفي بعض المساجد بيبقى فيه اشتراك مع وزارة السيحة والأثار لكن وزارة الأوقاف مهتمية اهتمام كبير بتوجيهات من سيادة الرئيس وتوجيهات من معالي أستاذ دكتور محمد النقطة الجمعة وزير الأوقاف بالاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى مش بس فقط الحيكل والمبنى لكن برضو المعنى اللي يمكن احنا شايفين قدئين المساجد النهاردة في هذه الأيام البرنامج الصيف للأطفال عندنا أكتر من يعني من 20 ألف مسجد على مستوى الجمهورية مستهدفين أكتر من منيول طفل النهاردة في طفرة غير عادية في المساجد وفي عمارة المساجد مبنى ومعنى